دكت مدفعيات الحجر الشعبي أو كارة وتجمعات لعناصر داعش الإرهابي في جزيرة العيث شرق صلاح الدين فيما أعلنت مديريات الشرطة المحافظة أن مفارزها شرعت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر إقاء قبض صادرة بحق مطلوبين للقضاء بجرائم جنائية مختلفة مبينة أن الحملة أسفرت عن القبض على 16 متهما فضلا عن تمكن قسم شرطة بي جي من العثور على أربعة عبوات ناسفة وقذيفة مدفع من مخلفات داعش الإرهابي ترجمة نانسي قنقر